أولئك أهل الفهم ما جر فهمهم عن الله ما يقضي وما هو شارع أولئك أهل الفهم ما جر فهمهم عن الله ما يقضي وما هو شارع أولئك أهل الخير بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة الأماجد من مستمع ومشاهد أحييكم بتحية الإسلام جميعا فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم وحياكم الله ومع حلقة جديدة من برنامجكم مصابيح مضيئة من حياة علمائنا إن المتأمل في التاريخ العماني يجده على مر القرون والأعوام مليئا بالشخصيات العلمية والقيادات الفكرية ولقد خلدت تاريخ ذكر أساطين علم وعلماء فقه ورجال أدب وشخصيات تاريخ ولذلك ينبغي علينا نحن كعمانيين وأقصد بذلك المهتمين بالجانب التاريخي والعلمي أن نبحث عن هؤلاء الأفذاد والفقهاء الأوتاد والنبغاء الزهاد والبحث عنهم ليس بالسهل لأن الكثير منهم كما قلت دائما لا يزالون تحت أنقاض التاريخ فهم وبكل صراحة بحاجة إلى من يزيل عنهم تلك الأنقاض ليجد العظمة الباهرة في تلك الشخصيات الفريدة وليجد أيضا المثالية النفيسة ومن بين هؤلاء العلامة الجليل عزان بن تميم الخروصي الذي نذر حياته حياة علم وعمل لقد عاش بين كوكبة علمية عرفها التاريخ وسجلتها الأيام على صفحات الدهر فهو عالم من علماء عماننا وإمام من أئمتها وفقيه من فقهائها ونابغة من نبغائها تولى الحكمة في اليوم الثالث من شهر صفر سنة 277 هجرية أي في القرن الثالث الهجري بعد أن اجتمع مجلس الشورى ما يعرف في ذلك الوقت بمجلس العقد والحل فعندما تقرأ كتب التاريخ عن مجلس الحل والعقد يعني بذلك مجلس الشورى في العرف المعاصر بل حتى في العرف القديم وفي القرآن الكريم وأمرهم شورى وفي مقدمة أولئك الجموع أو أهل الحل والعقد أو مجلس الشورى موسى بن موسى بن علي وعمر بن محمد القاضي والأزهر بن محمد بن سليمان ومحمد بن موسى بن علي وعزان بن الهزبر قال أبو قحطان وهذا عالم عماني وفقيه ومؤرخ أحد الكتاب أو واحد من الكتاب للتاريخ العماني كان أبو المؤثر الصلط بن خميس يقول إن بيعة عزان بالإمامة كانت صحيحة يعني بإجماع أهل الحل والعقد أو ما يعرف بمجلس الشورى ونحن في هذا البرنامج لن ندخل في خلافات لا طائلة لها حول صحة البيعة أو عدمها لأن الكمال لله وحده والنقصة ضريبة المخلوق وإنما الذي يهمنا إبراز هذه الكوكبة العلمية العمانية وإظهارها للمستمع وللمشاهد لنعلم الناس من مشاهدين ومستمعين وعسى أن تطبع هذه الكتابات في كتاب فيما بعد لنعلم الجميع أن عمان مليئة بعلماء كبار وأصفياء أخيار وفقهاء أبرار حملة العلم فهم إلى جانب حملهم للعلم أصحاب وقار وسكينة ينطبق عليهم قول الشاعر رجال صادقون لهم دروب معبدة إذا اشتد الزحام سلاحهم اليقين فكم أطاحوا به رأسا إذا احتدم الصدام رجال صادقون لهم يقين يزول به عن البصر الجهام أيها الإخوة ومن تهاء هذه الأبيات الجميلة نقف وقفة سنعود بعدها لنواصل الحديث عن الإمام عزان بن التميم رحمه الله تعالى أولئك أقمار الهدات الصواطع على خطوهم نحو المعالي أسارع أولئك أقمار الهدات الصواطع على خطوهم نحو المعالي أسارع يقينهم نور وإيمانهم هدى وذكرهم عزم إلى المجد دافع إلى الله ساروا مخلصين أعذاتا وذكرهم فينا هدى وشرائع أيها الإخوة المشاهدون وعودا إلى الحديث عن الإمام عزان بن التميم العالم الجليل ويكفي شرعية إمامته أنه قد تمت بيعته على يد من ذكرناهم من العلماء العمانيين المشاهير وهم من عرفوا بالحكمة والعدل والعلم والبصيرة وبصلاح الدولة وفسادها وثبوت البيعة وبطلانها ومن يستحقها ومن لا يستحقها فهم بلا شك رحمهم الله تعالى مؤتمنون على دينهم وأمناء في إصلاح مجتمعاتهم لقد اختار الإمام عزان بن التميم أن يخلفه في خطبة الجمعة إذا من خرج من نزوة الشيخ نبهان بن عثمان وهو من الخطباء المشاهير المفوهين ومن العلماء الموثوق بهم ويخلفه الشيخ عبد الله بن محمد ابن محبوب وكلاهما في دعائهما في خطمتي الجمعة يدعوان للإمام عزان بالبقاء وطول العمر والتوفيق في القيام بحكمه وهذا أيها الإخوة أكبر شهادة على مكانة الإمام عزان بين أقرانه وصلاحه وأمانته ثم إن أبا المؤثر رحمه الله كان ممن يراجع الإمام عزان في كثير من المسائل التي تعن له فلو لم يكن عزان يتمتع بمكانة علمية وعدلية لما راجعه أبو المؤثر بل كان أبو المؤثر يخطئ من يتحامل على الإمام عزان ولقد أكد هذه الشهادة العالم الجليل أبو الحواري رحمه الله تعالى ويتجلى ذلك كثيرا في عدة مواطن تاريخية فعلى سبيل المثال للحصر نجد أن الشيخ عمر بن محمد القاضي الذي هو أحد أركان تلك الدولة للإمام عزان يتوفاه الله بعد تلك البيعة بولاية إزكي حيث كان قاضيا عليها وعلى توابعها من القرى والبلدان ولمكانته العلمية سرعان ما بلغ الخبر الإمام عزان العارف بالله تحرك الإمام عزان من نزوة إلى إزكي ليصلي على الشيخ عمر صلاة الميت ثم يرجع إلى مقر الحكم نزوة ولولما كانت الشيخ عمر العلمية بين الناس لما توجه الإمام بنفسه رحمه الله إلى إزكي للصلاة عليه في وقت كانت وسائل السفر البدائية المعروفة فهم كما وصفهم وأمثالهم الشاعر العماني الشيخ عبد الله بن علي الخليلي حيث قال لله قوم سموا جدا فما قنعوا دون المرام بآرام وراماتي ولن ثنوا عن مقام ليس يبلغه إلا أولي العزم في تلك الحضيرات حتى إذا شاهدوا غايات بغيتهم تاهوا عن الكون في تلك العنايات وأبصر القصد راية العين عن كثب فأترعوا من رحيق الوصل كاساتي وأوردوا النفس أواها الحياة متى تسربلوا في هواهم بالمشقات عين الحياة بروض القرب جارية والسابقون بأنهار وجنات وجنة القرب باللذات دانية قطوفها بين أرباب الكرامات خلائف الله أرباب العلوم لقد أنرتم الأرض والسبع السماوات هديتم كل غاو عن مراشده حتى بكم طمست سبل الغوايات هذه الأبيات من قصيدة بعث بها إلى شيخه العلامة الجليل خلفان بن جميل السيابي رحمه الله وتجتمل على مجموعة أسئلة إنما هذه الأوصاف تنطبق جميعها على العلماء العاملين وقفة قصيرة ونعود بعدها بمشيئة الله أولئك أقمار الهداة الصواطع على خطوهم نحو المعالي أسارع أولئك أقمار الهداة الصواطع على خطوهم نحو المعالي أسارع يقينهم نور وإيمانهم هدى وذكرهم عزم إلى المجد دافع إلى الله ساروا مخلصين أعذاتا وذكرهم فيناه مرحبا بكم مرة أخرى لنواصل الحديث عن العلامة عزان بن تميم والله أيها الإخوة إن العين لا تدمع وإن القلب لا يخشى وأنا أقرأ هذا التاريخ العبق حيث نجد العلامة عزان بن تميم ممن أخلص في دعوته إلى الله مجسدا معاني قول الله عز من قائل أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وقادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين على هذه الأسس صار هذا الإمام متتبعا قواعد الدين ومبادئه وسائرا في طريقه مستخدما وسائل الدعوة مترسما منهج الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزجى التسليم وهكذا أيها الإخوة المشاهدون جعل رحمه الله ذلك منهج حياته له ولدعاة عصره حيث أن جميعهم جسدوا منهج الدعوة الإسلامية التي شرعها الله في كتابه العزيز إن الدعوة إلى سبيل الله لا لشخص الداعي ولا لقوم معينين فهم رحمهم الله قد أدركوا أنه ليس لداعي دعوته إلا أنه يؤدي واجبه لله لا فضل له يتحدث به لا على الدعوة ولا على من يهتدون به إنما هم محتسبون أجرهم من الله سبحانه وهم مجسدون دعوتهم بالحكمة والنظر في أحوال من يخاطبونهم وهم مقدرون أحوالهم والقدر الذي يبينونه للناس في كل مرة حتى لا يثقلون عليهم ولا يشقون ببيان التكاليف لهم حتى يستشعروا استعداد النفوس لها طريقة التي يخاطبونهم بها والتنويع في هذه الطريقة حسب مقتضياتها فلا تستبد بهم الحماسة والاندفاع والغير فيتجاوزون الحكمة في جميع ذلك بل يقدمون الحكمة في ذلك مستخدمين الموعظة الحسنة التي تخاطب شغاف القلوب برفق ولين وتتعمق المشاعر باللطف والتعقل مبتعدين في دعوتهم عن الزجر والتانيب إلا إذا انتهكت محارم الله مترفعين عن كشف الأخطاء التي تقع عن جهل أو حسنينية فإن الرفق في الموعظة دائما كثيرا ما يهدي القلوب الشاردة ويؤلف القلوب النافرة وكذلك جدالهم للغير بالتي هي أحسن بلا تشدد لمخالفهم ولا تقبيحا لهم لأن قصدهم رحمهم الله إيصال الحق إلى من يجادلون وتلقي ذلك الحق ممن يخاطبون ويكفي عزان بن تميم مكانة أنه تم اختياره إماما لعمان نظرا لمكانته العلمية أولا ولتبوئه كرسية المرجعية بين زملائه تلك الكوكبة التي ذكرنا بعض أسمائها في حديثنا وسنتبين ذلك في حديث آخر تكملة لهذا الموضوع لنستطيع بمصابيح علمية أخرى تكشف لنا غموضة ما جهله الكثير من الناس والله تعالى نسأله التوفيق والهداية دمتم مشاهدي الأكارم وإلى اللقاء بكم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته